السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا أحلى صبايا إن شاء الله يرب تكونون بأحسن حال قصة اليوم تقول صاحبتها بعد مرور 15 عام من الزواج والصبر والثبات على مرض زوجي إليه شافا الله وعفا مرت باختبارات مرة صعبة من أم زوجي اللي كانت مرة تحملني فوق طاقتي وكنت أصبر عشان أكون الزوجة يعني للرجال اللي أنا حبيته وكان كل يقين بأن الله سبحانه وتعالى رح يشفيه وكان يعني هو بنفسه يتعجب يقول أنت كذا توهمين نفسك بالأمنيات يا بنت الحلال ما رح أتعافى ولا شيء مرة لا تعطيني أمل مفقود منه من كثر ما كان يعني حاله مرزية بنات الموم كنت أقول له وأصبر وأقول لي يا ولد أن الله على كل شيء قدير وانت لازم يعني ماتي أس من رحمة الله وكذا يعني 15 سنة وأنا كل يوم أعطيه نفس الطاقة الإيجابية وكادحة كذا له قوة مرة المهم سبحان الله شاء الله وقدر له أن يشفى يا الله ما تتخيلوا قد إيش كانت فرحتي سبحان الله كنت أرتب يعني جوة نفسي يقول يا الله كيف أني أرد عليه وكيف أنه يعني أطلب منه أن يسفرني شهر العسال وكيف حيكون وكيف حنقضي مع بعض سبحان الله بنات أنا ما فرحت زي باقي البنات يعني زوجي مرض ونصاب بحادث أول يوم من زفافنا والحمد لله على كل حال المهم كنت مرة متلهفة يعني أنه توي يعني شهر عسال وزي كذا وكنت يعني أقول لنفسي أني أنا لسا عروس وسبحان الله يعني مرت السنين يا بنات من غير ما أحس على نفسي المهم نسيت يعني كذا أني أنظر نفسي في المراية وأشوفه وسبحان الله كذا يوم من الأيام جلست أمن نفسي ولاحظ يعني أنه تقدمت كذا بالعمر وإني كبرت وإني أهتميت فيه وصحته ونسيت أني ما أهتميت في نفسي المهم صراحة يعني ما أكذب عليكم أنه بانت مرة ملامح الكبر علي وبانت يعني التجاعيد والتعب وزي كذا ما كان عندي وقت أني أهتم حتى بنفسي كنت كارسة عمري كله له عشان أخدمه بعدين كنت يعني ما كان يعني أحس فيه وكان كنت أقول أنه العمر قليل يعني ما كنت أدري أنه 15 سنة مرت من حياتي معاه بس عشان أخدمه يعني ألمني سبحان الله بعد ما تشاف زوجي كده بشهرين بمعنى صحي بنات أنا أقول لكم يعني بعد ما اعتاد علي أنه أنا أخدمه طيب كان سبحان الله يطلب مني كل شي يعني في البيت ما كان يعطيني وقت حتى أني أرتاح للأمانة يا بنات يعني كل شوية كان يقول لي أنت مهملة يعني يعني بعد ما تشاف طبعا وهذه أول مرة كان يقولها لي يعني كان يعيدها علي ونستغرب يا الله يا بنات والله العظيم كنت أنام الساعة 12 ونص تقريبا في الليل وأقوم الصباح الساعة 7 يعني بدون مبالغة ما أرتاح إلا بس وقت الصلوات يعني تعرفون حنا ساكنين في بلد ريفي عارفين وكثير يعرفون نظام البيوت الريفية كيف المهم أطول عليكم يعني زوجي كده نظرته لي صارت كأني يعني يشوفني كأني أنا عجوز وكده سبحان الله حتى رغبته قلت فيني ما عادي يرغب فيني في يوم من الأيام كده بكل بجاحة قدام الكل يعني من أهله وزي كده قام قال إنه أنا حزوج بوحدة ثانية عشان يعوض سنين عمره اللي قضاها في المرض يا الله بنات تعرفون إحساس الدل والقهر والوجع يعني كده لما انتكونين مقهورة وكده ذليلة وبس إنك تحبسين دموعك بس عشان كبرياءك بس ما ينزل أنا عشت هذه اللحظة كنت أحس إنه روحي كده تنسحب مني ببطء المهم مرة أسبوع كامل وأنا أستخير 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 سبحان الله أستخير بأمر الطلاق طبعا طلبت منه الطلاق وتنازلت عن كل شيء بما في يعني ملابسي وجهازي اللي جبته كل شيء كل شيء تركته له في البيت يعني والله حتى ملابسي يا بناتني تركتها لأخواته يعني أخواته كانوا ما يقصرون معا ينهشون في لحم الليل النهار المهم خرجت من هذاك البيت مرة وأنا مع أخوي وأبكي أبكي كده بحرقة من كثر ما كنت أبكي ومقهورة وأحس إني مظلومة وذليلة يعني كده سبحان الله كانوا الجيران يبكون لبكاي وكان سبحان الله يهينون زوجي ببشع الكلمات المهم سبحان الله فجأة كده جاء إمام مسجد من الجيران وقال لي ما ظنك برب العالمين قلت والله نعمة الإله حيجبرني ولو بعد حين المهم سبحان الله قال لي والله لو تنجبرين بإذن الله وينجبر كسر قلبك بإذن الله قريب خلاص أحس سبحان الله يعني كده عطاني أمل إنه الله سبحانه وتعالى فعلا كريم المهم رجعت البيت أخوي وسبحان الله أخوي حصل لي شغل كده ووظيفة محترمة والحمد لله يعني شوي شوي بديت استعيد شبابي من جديد واهتم بنفسي وكده أحسس نفسي أن أنا لي حق في الحياة أني أعيشها مرت سنتين تقريبا وبعدين جاني واحد يخطبني هو رجال يعني ما سبق له أني يتزوج ورغم أنه عمره أربعين سنة بنات كده سبحان الله تعجبت كثير وجلست معاه يعني في بيت أخوي وكده قال لي يعني قال لي أنه يعني كان واضح معايا وصريح وكده منكسر وهو يقول لي قال بالله أنا ما أتزوجت عشان كان عندي مشكلة في الإنجاب بس أنه كان يبقى يتزوج من إنسانة يعني خلوقة وكده المهم فكري وقولي ليش رايك وأرجوك أنك ما تعلمين أحد بموضوع الإنجاب هذا المهم وكده جاي يبوا يطلع يا بنات وبعدين قلت لها أقول لك تراني موافقة يا الله ما أدري صراحة أنا ليش قلت لك كده المهم وكيف خرجت مني هذه الموافقة يعني من دون حتى أني ما أفكر بس سبحان الله لعل الله أراد ذلك يعني أنت لو كنتم معايا بنات وشفتم الفرحة اللي كانت في عيون والله ما عمري قد شفتها في أحد يعني بكيت من كثر بكاء بفرحتها يعني عرفتوا اللي كده فجأة يعني لقيت أنا ضالتي حرفيا كان هذا الشي المهم سبحان الله مر شهرين وحنا مخطوبين ألين جاء وقت الزواج وقال لي لازم أسويلي كأنا فرح المهم سبحان الله أنا كنت بتردد شوي أنه أنا على ذا السن وكده وفرح وألبس والمهم سوالي الحمد لله حفلة وسوالي زواج كأني لسه سبحان الله بنت بيوت المهم تم الزواج الحمد لله على كتاب الله وكان يعني سبحان الله زواج جدا رائع وبعد شهرين كده من الزواج يفاجئني زوجي وكانت أمنية حياته أن نروح للحرم يعني نسوي عمره سبحان الله رحنا حنا كنا في بلاد ثانية يعني غير السعودية وقتها فكان حلمنا ومنا عيوننا أن نروح يعني مكة وزي كده وندعو الله عند الحرم بكل الأدعي اللي في قلبنا فسبحان الله تيسرت لنا ورحنا ودعونا الله يعني أن الله يرزقنا بالدرية الصالحة وكده وزوجي بكى كثير من كثر ما كان يدي الله سبحانه وتعالى كان يبكي يبكي وأنا أحظن وأقول له والله أنك انت عوض الله لي والله أن الله ما رح يرد دعاءنا وأنا عارف أن الله استجاب لي بعد 15 سنة المهم أقولها في قرارة نفسي يعني رجعنا من العمر سبحان الله كأننا كذا نولدنا من جديد والله يا بنات لو تشوفون كأنه أنا أصلا كأني تبدلت ما كأني يعني أنا هذيك اللي قبل سبحانه المهم يا بنات وبعد ست أشهر من رجوعنا من هذيك العمرة تعت وقال لازم نوديك للدكتورة ونشوف إش فيك المهم بشرتنا الدكتورة أني حامل في شهرين وقتها زوجي أفتكر أنه سجد لله سجود شكر وسبحان الله جلسنا كذا نبكي ونصر أخو نقول يا ربي يا رب لك الحمد وكذا فرحتنا ما توسعها يعني الدنيا كلها ما توسع الفرحة اللي كنا فيها المهم وبعدين جلست الدكتورة كذا تهدينا وزي كذا وسألتنا عن قصتنا يعني ليش أنتم كذا مرة يعني أنه متفاجئين فقلنا لها القصة قالت والله العظيم أنه أنا فرحت لكم أكثر يعني من فرحتكم لأنفسكم الله يرزقكم إنهم قامت تدعينا أنا تقول الله يرزقكم الطفل سليم وعافى المهم سبحان الله بعد الحمل كذا فترة يعني لما وصلت للشهر السادس وبدأ أنه الجنين تظهر علامات وزي كذا وما تقدم الحمل وزي كذا فوجئت بأن الدكتورة تقول لي أنت حامل توأم تخيلين يا بنات يا الله توأم يا ربي لك الحمد يعني سبحان الله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا يعني شوفوا سبحان الله كيف عوض الله لي والزوجي أنا يعني ما أدري كيف أقول لكم بس سبحان الله من جد يا بنات والله العظيم يعني لا تسيء الظن برب العالمين ودائما أحسن والضن برب العالمين انتهت قصتنا لليوم والحمد لله يا رب لك الحمد نهايتها سعيدة اللهم لك الحمد والله يحفظ لها هذول التوأمين يا رب ويسخر لها زوجها أتمنى أني أشوفكم فيديو جديد وقصة جديدة أنا وأنتم بخير دائما سكرات إلى ذلك الوقت استودعكم الله I love you سكرات Bye